تظن انه وده بجد بقى الانجاز الاهم هل هو بيت التلمساني ولا هل هو المؤلفات والترجمات ولا التدريس الاكاديمي انا بالنسبالي اهم انجاز اني كاتبة يعني انا حتى ما بقدمش نفسي على اني الدكتورة ميل تلمساني انا اقول ميل تلمساني فقط وبكره الدال دي الا اذا كنت في سياق اكاديمي يعني انما انا بعتبر انه انجازي الحقيقي هو انجازي كروائية اربع روايات واربع مجموعات قصصية وحسن هو ده اللي ممكن يكمل معايا يعني يخلي الاسم حاضر عارف زي لو دلوقتي بنقول عبدالقادر التلمساني والدي يعني رائد من رواد السينما التسجيلية فقط بحقيقي كامل التلمساني عمي الكبير رائد من رواد الواقعية في السينما وفيلم السوق السودة وكده حسن التلمساني والد طارق ومصور كبير وطارق نفسه مصور كبير وممثل ومخرج فانا ميل التلمساني اخر العنقود في العيلة دي ابتهايلي انجازي الكبير حيكون اني كتبت رواية روايات يعني او رواية اي حد في الدنيا مش بس الموزيع هيلاحظ انه دي عيلة السينما بس انتي ما بتحبش الدال فمية التلمساني خدت خط هو ما هواش بعيد كل البعد عن السينما لانه الرواية دائما قابلة انها تتحول الى عمل سينمائي مصرحي درامي الاخ 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 بس سليم ما بقتيش جزء من لو صح تعبير ارث العيلة السينماية والله كان نفسي بس عارف هو في لحظة كده انا كنت واخدة فيها قرار اني حدخل اداب فرنساوي وحعمل يعني مصار في الاداب الفرنسي وبعدين قلت الوالدي بعد زمزقة شوية كده انا عاوز اعمل سيناريو كمان عاوز ادخل قسم معهد السيني فدخلت ونجحت في الامتحانات بتاعة القبول وكذا وبعدين ترددت انا مصر الجديدة والمعهد في الهرم فجات لحظة كده تردد اللي هو المشوار وبعدين والدي قال انتي ليه عايزة تدخلي قسم السينياريو قلت له لاني حب اكتب سينياريوهات فالحقيقة هو راح موجهني على طول في سكة طب ما انتي اكتبي في البيت مش مضطرة تاخدي معهد سينما علشان تكتبي وده اللي حصل لا عبدالقاد يقول لي مش مضطرة تروحي معهد بالضبط كان خايف علي من حكاية المشوار وانه هو فهم كويس قوي انا ايه هو فهم ان انا احب قعد في قوضة الواحدي اشتغل اكتب ارسم كنت بارسم ساعات فهو فهم انه العملية السينمائية دي عايزة كرو وعاوزة فريق كبير وعاوزة ناس وعاوزة واكون انا لو حدخل في منطقة السينياريو او بعد كده في الاخراج كان حيبقى يمكن تحدي بالنسبة لي لكن انا بقى لفيت من الباب الخلفي ولقيتني في الدكتوراه بعمل دكتوراه عن السينما يعني كان الهدف هو انه في النهاية ده عشق كبير وهوس كبير فبالاضافة للكتابة عملت الدكتوراه عن الحارة في السينما المصرية وكان جزء من الهدف برضو هو فكرة ان انا بنت مصر الجديدة وحاول افهم يعني ايه الحارة بقى وليه انا مش بعتبر بنت البلد ليه ما بيتقلش علي لما تشوفني كده ما هي دي بنت بلد وكانت مدايقاني جدا الحكاية دي فقررت ادرس يعني ايه ابن بلد ويعني ايه بنت بلد وازاي السينما قدمت المنظومة دي وليه انا برها يعني ايه اللي بيحصل لما حنقول ان انا مصرية صميمة وانا بمصممة على مصريتي القصيلة دي ايه ايه يعني ايه ملامح المصرية دي هل انا لازم اكون بتكلم بطريقة معينة عشان اكون مصرية لا احنا عندنا تنوع كبير قوي انت كنت لسه مستضيف امهات مثاليات من سهاج ومن اللقصر مصريات وانا مصرية زي زيهم بنت البلد وابن البلد نفس الحكاية فتلاقي السينما المصرية قدمت شوية نمط ابن البلد لازم يكون شكله كذا خصل تنمية وتقطير لشكل او لمصطلح ابن بنت البلد فانا قررت ان انا حعمل دكتوراه على ده وبشكل علمي اثبت انه ده نمط انه مش بالضرورة يمثل كل ابناء البلد وبعدين بالذات في افلام الاربعينات والخمسينيات كان فيه السنائية بتاعت الباشا باشا الشرير دايما ده دايما